أعلن مكتب الرئيس الأوكراني في بيان أن الرئيس فولاديمير زيلينسكي يعتزم إجراء مشاورات مع المجلس الأعلى للقضاء فيما يتعلق بحل المحكمة الإدارية في كيذ وعشر البيان إلى أن قرار الرئيس يأتي استجابة لعريضة قدمها أحد الصحفيين في أوكرانيا في يوليو الفائت يطالب فيها بحل المحكمة الإدارية لعدم أهليتها وقد استوفت العريضة الشروط القانونية للنظر بالقضية بعدما حصلت على 25 ألف توقيع وأضاف البيان أن الاستجابة لدعوات المواطنين يعد تحقيقاً للشفافية والنزاهة ومن شأنها ضمان الاستقرار وتخفيف التوتر في المجتمع الأوكراني الدستور ينظم عملية إنشاء المحاكم أو حلها الجزء الثاني من المادة 125 من دستور أوكرانيا يسمح بإنشاء المحكمة أو وعادة هيكلتها أو حلها وذلك ضمن مشروع قانون يقدم إلى البرلمان الأوكراني من قبل رئيس الدولة بعد إجراء مشاورات مع مجلس القضاء الأعلى واستناداً إلى هذه العريضة فإن الرئيس زيلنسكي أوصى بدء المشاورات ذات الصلة مع المجلس اشتركوا في القناة